ازي ايوكو اخواتي عاملين ايه? اتمنى الجميع يكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب دايما. انا احمد عبهادي من قناة سيمبر وجايت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة يا جدعان خلينا كنا كلنا نصلى على النبي ونادي عربنا بنية صفية ان يصرف عنا البلاء والوباء قوله امين يا رب. فيديو النهاردة مش شرح مش جين بلاي. فيديو النهاردة وابناء على طلب الناس في الكممنتات على الابليكيشن تيك توك وهنا واي نوع الايباد وبكام وجايبه منين وتجربتي في بابجي عامل ايه? باختصار يجب عن الايباد اللي انا بلعب عليه اسمه الجيل السابع عالفين وتسعتاشر. ايباد الجيل السابع عالفين وتسعتاشر. زي ما انتم شايفين قدامكم دي الكابتونة بتاعته. طبعا انا فتحه منفطة بس انا اجبتها تاني عشان اصور للناس. وده الشحن اللي بيجي معايا. ما بيجيش معها يا سماع يا جماعة. ده الشحن اللي بيجي معايا وبيجي له مشترك عشان تعرف تحطه في الفيش عشان ده ده الشاحن اللي هو الجديد او في ناس بيوت عندها بتبقى الفيش بتاعتها بتبقى بتاعدي الشاحن دي يدخل فيها انما في ناس زي عندنا كده الشاحن لو بيدخلش في الحيطة فبجيب له مشترك احطه في الشاحن بعدين احط الشاحن في الحيطة الايباد اللي جاد عنه متوفر منه نسختان نسخة اتنين وثلاثين جيجا ونسخة مية تمانية وعشرين جيجا مفيش منه نسخة ببقى ستين ودي المشكلة. ما فيش منه لنسخة اتنين وثلاثين وده لو جبتها بتبقى مشكلة بالنسبة لك في التصوير لو انت معندكش القطعة. عشان المساحة بتبقى قليل. انا اجيبه مية تمانية وعشرين جيجة عشان انا ما عنديش القطعة. ومشان فعجبه اتنين وثلاثين عشان اقدر اصور. اهو اتنين مية تمانية وعشرين جيجة. هل الايباد. الايباد حجمه عشرة بوصة. تجربة لقى في بابجو بقى اجدعينا. هو الايباد ما شاء الله عليه ممتاز في بابجو. بيدعم ستين فريم. بس هو في مشكلة. لما بصور من الايباد نفسه على ستين فريم. اللايبة بتلاقي عندي جامد. بتعمل تقطيع جامد 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 يعني بتسقط فريمات جامد. ولما لما بعمل اجرافك بس على ربقين فريم خمسة ربقين فريم اللي هو فائقة. ما بتقطعش على فائقة قوية هي اللي بتقطع عليه. فباختصار هو ده الايباد ده نوع. وجايبه من جايبه من منصورة من شرق اسمه العباسي. جايبه بعشرة تلاف ومتين جنيه. يبقى الايباد جايبه كم? بعشرة تلاف ومتين جنيه ومتوفر حاليا على جمية تقريبا بعشرة تلاف ومتين جنيه. انا بالعب بالايباد جيروسكوب خمس سوابع. اه تقريبا ده كل الحاجة اللي انت محتاج تعرفها عن الايباد. ان هو ايباد الجيل السابع زكوية مية تمانية وعشرين. السعر عشرة تلاف ومتين جنيه. جايبه من منصورة عباسي. اه بلعب بالايباد خمس صوابع جيروسكوب. الايباد ممتاز في باب جي بس بيحتاج القطعة. عشان ما يعملش معك اندر. قطعة الجاتو. ودي حوالي بمية دولار. ديس ان شاء الله لما ربنا يكرمنا كده قدام هجيبه. وبس يا جدعان اه واعزوانكم كنتم ببعاف سننزل كل يوم فيديو لكم. انتوا عافون انا بطلع اكونكر. وهعمل هاشتاج ان شاء الله ضد الكويت. هاشتاج ضد الكويت في باب جي. انتظر ان شاء الله قناتي هتعمل هاشتاج ضد الكويت في باب جي. حرفية ان انا مدهئم الكويتين دول بشكل. يا عوز بالله. عوز بالله عليهم اقسم بالله. هاكرارت مفيش راحتهم بيعاب في لعب. كلهم هاكارات. كلهم كل ما ما اجد اني ابوصها على العالم كويتي. كويتي. كلهم Qualcomm هكارات. فانتظر ان شاء الله الفيديوهات الجاة تبقى في هاشتاج ضد الكويت. وانتظرونها ان شاء الله فالكونك kunтора ترتيب حلوة وعالقرر وانا مجهد نفسه والله اليومان دول بس حرفيا للكمين جايبها من برونز تعبان جامد اوي و بس اجد عندي كله انتم محتاجون انتم تعرفين و محبيتش اطول عليكم في الفيديو السلامة اشوفكم الفيديو الجاية ان شاء الله اعمل حقا اجد عن لايكات بقى وسبسكرايب لو انت مش مشترك